لم يختلف المشهد كثيرا في أغلب أسواق بغداد التي تكدست فيها البضائع وقل المتبضعين سوق الشورجة أكبر الأسواق وسط العاصمة يشهد ركودا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا الارتفاع والأسعار قسم من مالا مبرر قسم استغلوا بعض الطفيليين والتجار الامتهازيين في تغيير رفع سعر الدولار بالعراق تحت هذه الحجة رفع بعض الأسعار قد يكون قسم منها واقعية قسم الآخر لأفتعال وتضخيم التأثير المباشر كان هو على أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الأجر اليومي والحقيقة الأشخاص الذين يعيشون على قوت يومهم هناك أشخاص عندما لا يخرج إلى العمل لا يحصل على مردود مالي وبالتالي شكلت أعباء كبيرة علينا بنسبة تجاوزت الأربعة عشر بالمئة ارتفعت أسعار المواد الغذائية وتضاعفت أسعار بعض المواد ثلاثة أضعاف يقابلها ارتفاع في نسبة الفقر وصلت بحسب بيانات وزارة التخطيط إلى أربعين بالمئة في بعض المحافظات الجنوبية ضعف الدولة، غياب القانون، غياب الرقابة ولن ننسى هناك مافيات تستغل هذه الأزمات لأسباب خاصة والجشعة أولهم في الصدارة الدولار صوى 145 أو 146 التاجر يصعد، يستورد لا يجب مننا هذه الشركات القطاع الخاصة لدينا يكسرون بها لدينا القطاع الخاص لدينا شركة معامل، كلها ساعدينها في سبيلها يجبون من خارج لأنهم يستفادون دعوات غصت بها وسائل التواصل الاجتماعي للخروج بتظاهرات رافضة لقرارات الحكومة التي رفعت أسعار الخدمات وفرض الضرائب جديدة في موازنة عام 2021 هنا في وسط هذا السوق الشعبي بدأ تأثير ارتفاع الأسعار واضحا سواء على أصحاب المحل أو حتى المتبضعين فيما تشير وزارة العمل إلى أن أكثر المتضررين هم أصحاب الأجور اليومية والطبقة الوسطى التي تخسر ثلاثة وثلاثين من الدخل بسبب ارتفاع أسعار السلاع الأساسية عمار ماهر المملكة بغداد